الحفاظ على الملكية الفكرية للمنتجات المحلية وحمايتها من التقليد وإيجاد لاليات والسبول لتأمين المورث الثقافي والحضاري في المجتمع كان أهم محاور الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية الذي نظمته الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية في العاصمة الملتقى وريد بها يكون خطوة أولى لتغيير النظرة للصناعات التقليدية وجعلها عنصرا فعالا منتجا ومساهما جديدا في دفع عجلة اقتصاد البلاد بعيدا عن التبعية النفطية يأتي هذا الملتقى في ظرفية اقتصادية صعبة تتسم بينهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية لكنه يأتي أيضا والجزائر أشد عزما على بناء نموذج جديد للنمو الاقتصادي يسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات اليوم الأول عرف حضور ممثلين من عدة بلدان عربية قدموا خصيصا لمشاركة الجزائر في مسارها الهادف لحماية المنتجات المحلية الصنع وتبادل الخبرات ونقل التجارب في هذا المجال اكتشفت أن الصناعات التقليدية بالجزائر والحرفية وغيرها عندها قيمة كبيرة لأنه منتشرة بأغلبية المناطق بالجزائر كيف يمكن حمايتها بشكل بالصورة الأنجع وبالتالي الاستفادة من المردود الاقتصادي التي ممكن أن تعطيه هذه الصناعات التقليدية والفوكلور وغيرها من المعارف تقليدية والله شكر خاص للدولة الجزائرية أن نظمها الملتقى هذه اللي هو بشيفيد على سواء الدولة تنسية كذلك الدولة الجزائرية باعتبار أنه الملف شيك اليوم الاقتصاد مفتوح والدول الأجنبية كلها مفتوحة على الدول المغاربية بالخصوص والتقليد إلا ولا موضوع الساعة اليوم الدول نحن كشمال المغرب العربي لازم أن نحمي التراث متاعنا ونحمي المنتوجات متاعنا من التقليد ومهار الغزو المنتوجات اللي تقلد المنتوج متاعنا والضر بالصحة وسلامة المستهلك المحلي تحدي حماية المنتجات والصناعات التقليدية لا يعتبر العائق الوحيد الذي يواجه ازدهار هذه الحرف وتطورها في الجزائر إذ تعتبر عملية تسويق المنتوج العقبة الأكبر في طريق حياته ومن أجل تخطي هذه العقبة والتحديات الرهينة ينتظر من مثل هذه الملتقيات المساهمة في مد جسور التسويق بين البلدان المشاركة من أجل إعطاء المنتوج المحلي صبغة عالمية ليكون خير سفير عن عادات وتقاليد الأمم